تمكنت مصالح الدرك الوطني في إطار تشديد الأمنية على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غردايا من وضع يدها على عصابة خطيرة استغلت الوضع التي كانت تعيشها الولاية إنها قامت تبينه بعدد من المحلات التجارية كما قامت بسرقة عدد من السيارات والمواشي حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني من إسقاط هذه العصابة التي كانت تنشط على مستوى أربع بلديات بولاية غردايا وولاية مجورة واسترجاع كمية كبيرة من المسروقات وإرجاعها إلى أصحابها إلى جانب استرجاع مناظر ليلية وأسلحة بيضاء وعدد من الوسائل التي كانت العصابة تستعملها في عمليات الصدوة المسلح حيث وجهت لها تهما خطيرة من بينها إرهاب المواطنين والسرقة المسلحة والتهم ثقيلة أخرى توقيف بوعامر بحفظ أحد أكبر المحارزين على الفتنة في الولاية المتهمة تم توقيفه في حي المجاهدين رفقة 11 شخصا من أتباعه وحفظ متهم كذلك بإنشاء جمعية وهمية تحت اسم أسسة الشعنبة وهو يعتبر من بين أكبر المحارزين وكان يقدم نفسه على أنه أحد الأعيان تشرع أحد أعيان ولاية غردايا في موضوعنا